من جانبه أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أغلو أن نتاج الانتخابات البرلمانية ستؤهل حزبه لحكم البلاد منفردا وأن نصف الشعب التركي هو من جعل ذلك ممكنا وضف أغلو في كلمة من شرفة مقر حزبه بالعاصمة أنقرة أن الحزب سيمضي في تحقيق هدفه الوحيد وهو جعل تركيا أكثر استقرارا وتطورا أدو جميع الأطراف لدخول البرلمان لتشكيل دستور وطني مدني جديد من أجل نظام انتخابي موثوق به وحكومة تتسم بالشفافية والانفتاح بعيدا عن البيوقراطية دعونا نعمل معا للحفاظ عن الحريات والأمن وسوف نحمي حرية التعبير والاعتقاد لمواطنين وبعد هذه النتائج لن نتخلى عن السلام ومكافحة الإرهاب